أهلاً وسهلاً بكل التنميذات والتلاميذ وأولياء الأمور إذن في إطالة استعداد لفروض المرحلة الثانية والفرض الثاني للدورة الأولى للمستوى الرابع ابتدائي نشوف نموذج للفرض الثاني للدورة الأولى لمادة اللغة العربية للمستوى الرابع ابتدائي نشوف التراكيب والصرف والتحويل إذن نموذج على شكل PDF أتلقاه في الوصف إذن الدولة السيلة ونشوف الأجوبة وبالنسبة للتراكيب رأيك تنقط على عشر نقاط والصرف والتحويل يعني يكون مكون كتنقط على عشر نقاط إذن سؤال الأول أتمم الجدول التالي بما يناسب إذن عندنا الجملة أنحد فيها الفعل أنحد فيها الفاعل أنحد فيها المفعول به إذن بينا سهلة إذن ضرب الولد الكرة إذن ضرب هو الفعل الولد من ضرب كنت سقول من ضرب الفاعل هو الولد يعني من يقوم بالفعل الكرة ماذا ضرب الولد إذا، الكرة مفعل به إذا، أنكتبوا هنا بالنسبة داربة إذا، داربة هو الفعل إذا، الولد هو الفاعل الفاعل يكون مرفوع في الضما و المفعل لي يكون منصوب بالفتحة و يؤثر مني عن بفتحة تعشق الأسرة المصرحة أين هو الفعل؟ تعشق إذن هو الفعل إذن أن أكتب الفعل هو شي حاجة كاتحادك ماشي ثابتة إذن يعني تعشق إذن تعشق فهو فعل كيف هو مضارع إذن بالنسبة المضارع بالنسبة الإعراب ديانك يكون مبني على الضم إذن من تعشق الأسرة؟ إذن الأسرة ماذا؟ فاعل إذن الأسرة فاعل وكنا الفاعل مرفوع بي الضم الظاهرة على آخره ماذا تعشق الأسرة؟ المصرحة إذن المصرحة مفعول بي منصوب بالفتح الظاهرة على آخره إذن دبا يشاهد المباراة يشاهد المباراة إذن هنا بالنسبة يشاهده الفعل عفوا إذن يشاهده هو الفعل إذن الفعل كيف هو؟ مضارع مبني إذن فعل مضارع مبني على الضم من يشاهده؟ يشاهده هو واش كين هنا باين؟ إذن هنا الفاعل كيتسمى ونقوله الفاعل ضمير مستثير تقديره هو إذن هو الفاعل إذن بالنسبة الفاعل إما كيكون هنا ظاهر بحل أسرة الولده ولا كيكون دمير مستثير ولا كيكون دمير متصل يعني الآخر كيكون مثلا شاهدته إلى آخره إذن يشاهده نكتبه هنا دمير مستثير دمير مستثير ونعمل بين قوسين تقديره هو إذن يشاهده هو يشاهده ماذا؟ ماذا يشاهده؟ المباراة المباراة إذن مفعول بمنصوب الفتحة إذن أشنو عن قوله؟ يشاهده فعل مضارع مبني على الضم والفاعل دمير مستثير تقديره هو المباراة مفعول بمنصوب الفتحة الظاهرة على آخره هذا هو الإعراب أعطتكم جملة بيش عربوها إذن عمشي دابا سؤال الثاني أتمم الجمل التالية بمادة بفاعل مناسب إذن عن كمل الفاعل إذن عايكون مرفوع إذن عن سول من رسم اللوحة إذن مثلا نقوله رسم مثلا الولد اللوحة رسم الولد اللوحة ونعمل الأستاذ ضم النهورة مرفوع إذن عمشي كتب إذن من كتب دروسه؟ هنكتب مثلا كتب التلميد إذن دروسه إذن تلميد مرفوع عمشي أعدت مثلا نقوله أعدت الأم دائما مرفوع أعدت الأم إذن مرفوع بالضم الظاهرة على آخره أقفل الحارس الباب مثلا الحارس إذن الحارس مبني على الضم نعم فوما غير باش تعرفوا الإعراب دابا عربنا جملة فعلية إذن دابا عمشو أسماء الإشارة إذن أسمهم إسم إشارة مناسب مكان نقل إذن بالنسبة لإسم الإشارة أكان عندنا كنشوفوا الإسم لعن نشيره له لعن نشيره له إذن أكان مؤنت مفرد كنعملوا هذه أكان مفرد مذكر كنعملوا هذا أكان جمع سوى مذكر سوى مؤنس كنعملوا هؤلاء كن هدا وليت شليكين إذن مثلا عن الصورة إذن صورة مفرد مؤنت كنعملوا هذه إذن نكتبوا هذه هذه الصورة تضم أفراد قسمنا أستاذي مفرد مذكر إذن نقول هذا أستاذي هذا أستاذي إذن هذا أستاذي وأستاذتي مؤنت مفرد وعن نقول وهذه أستاذتي أصدقائي بزاف إذن نقول هؤلاء أصدقائي هؤلاء أصدقائي إذن قلنا هؤلاء كنستعمل جمع مذكر أو جمع مؤنت صديقاتي مؤنت سينخدموا له هؤلاء هؤلاء من هؤلاء صديقاتي قسمنا مفرد مذكر وعن نقول هذا قسمنا هذا قسمنا إنها عائلتي الثانية وأنا أعتز بها نفوما؟ إذن نشن قلنا هذه الصورة تضم أفراد قسمنا هذا أستاذي وهذه أستاذتي هؤلاء أصدقائي وهؤلاء صديقاتي هذا قسمنا إنها عائلتي الثانية وأنا أعتز بها إذن نتقل السؤال الموالي إذن عمشي ودبا أركب الأفعال أتي في جملة مفيدة عندك أنك تغير تخدم وقافة وتعمل جملة مفيدة مكن نقول جملة مفيدة هي التي تكون تامت المعنى يعني أنها تتم المعنى مشي مثلا نقول مثلا نقول كتب الولد كتب الولد الدرسة باش تكمل معنى الجملة إذن نقول وقفة مثلا وقفة أحمد مستغربا أو مثلا وقفة الجندي وقفة الشجاعي وقفة الشجاعي كمثال فقط الشجاعي ممكن تعمل جملة وهذاب بشكل ثم هو ميش paranoid هذا كان البعد تستمير لديه فاعد حما unnecessary فاعدت كامل نتوفر subtitles المتحدث هو ا 1977 ننخ pt فاعد وأبó ام prescribed ابنه إبه نهو مفعول به دخل دخل الولد إذن دخلت لفعل لازم ما فيهاش مفعول به إذن هنقوله مثلا دخل مثلا التنميد حاولوا في هذا الجمل عنده جمل بساطين إذن تدخل التنميد إلى القسم من تصوير شنو نخطم تسالي نعم إذن تنميد مدى الثاعل مرفوع وهنا يقولنا هذا كتب فعل لازم لأنه يعني ما فيش مفعول به وفعل متعدي والذي يرفع الفعل ويتعدى إلى مفعول به إذن عمشي سؤال صرفه التحويل ده بعش نوخط أضع علامة في الخانة المناسبة إذن عنا الإسم عنا الإسم ناكرة معرف بأل معرف بالإضافة إذن ناكرة إذن شنوك نعني ناكرة لكالقافي مثلا معلم معلم معلما يعني كالقافي ضمتين فتحتين وكثرتين إذن المضاف إذن كيموعرف بأل هو اللي كتكون في ألف اللام إذن إما القمر أو الشمسية ومعرف بالإضافة بحل ساحة المدرسة كيكون هذا وكيكون ساحة كتعصابر موضاف المدرسة يموضاف إليه وهو موضاف وهدي موضاف إليه كنزيد لي واحد الإسم آخر باش كنعرفه إذن مثلا قسم الأستاذي إلى آخره كنعرفه كنزيد لي واحد الإسم معرف بأل يعني كتسمى موضاف إليه إذن هنا ساحة المدرسة أنا مسألة مضاف إليه هذا مضاف إليه اشنو كن تسمى هذا الاسم وعرفه ب shredded هاشنو كن نعمل وحد الاسم يعني كن نضيف لهذا الاسم الأول、 باش كن نعرف الاسم الأول وكيكون هذا الاسم التاني مضاف إليه ، كيكون في Clyde كنعرف الاسم الأول. معرف ب aliens معلم!! هنا لدينا ضمتين كان كثيرا الساعة أل e wa lam إذن عندنا هنا القمرية واللي كتكون الشمسي هنا عندنا القمرية إذن نمعرف بـ L دفتر إذن هنا كما كتشوفو الضمتين يعني نكرة مفهوم؟ إذن عم شو ده بس سؤال الثاني أتمم الجدول الثالي عندنا الجملة عندنا المعطوف عليه آدات العطف المعطوف إذن هنا يا بالنسبة المعطوف المعطوف عليه يعني كيكون يعني كتبه المعطوف عليه كتبه المعطوف كل شي يعني كيكون بحالو يعني يعني هنى يا وشنو يعني كيكون بناتهم وحد والعطف اللي كتعطف الإسم الأول على الإسم танي إذا كنقول دخلا لولده والتلميذو يعني بجوج يعني يعني هنا المعطوف عليه يعطف على يعني كيتبع المعطوف في جميع الصيفات دياله إذن هنا بالنسبة توضأت وفصليتو إذن عندنا الفعل البول توضأت وفصليتو يعني عندنا الفعل أول وكيتبعه يعني هنا كنعملو تتابع أو ترتيب الأحداث يمكنكم إ ؟ تدريبنا عن طplay انا اهداه ذهابات العطف ذهابات العطف اهداه بالنسبة للمعطف عليه هو توضأته أداة العطف الذي يكون هنا هو الفاء فهنا هو المعطف المعطف الذي يكون أداة العطف توضأته فصليته أكلت الخبز والزيت ويكون يكون يكون الخبز والزيت المعطف عليه مع المعطف امتنام جوج حواج يتم بتصميه مهرب الخبزة في أدات العطف أداة العطف وازمت أداة العطف الخبز والزيت المعطف في كل شي إذن هنا أداة العطف وهنا فا هنا المعطف صليته هنا المعطف عليه توضعته إذن نتقلوا هنا سؤال الموالي إذن عندنا نكمل الجدول عندنا المذكر المفرد المؤنس هنا اسمه أصول يعني كسل ما بين جملتين أو بين أسمين إذن الولد هو الذي أكل يعني يصل الجملة الأولى مع الجملة الثانية إذن عندنا المذكر الذي في المؤنة عمليا إذن في المتنع هذا المتنع وهذا الجمع إذن في المتنع ما نقول إذن المتنع نقول جوج 얼�داني إذن قامte اللداني اللداني هنا عندنا التضعيف عندنا شي المؤنث عمليا لدي يذن المفرد الميذكر لدي أمليا لدي مع teaspoon والمتنع الاداني ما Mick فالتاني إذن هذه deutsche المؤنث مصلي المضد أبداً كنت تردوا فيها كم blown rebuild و لكن يُكيّائه ً أن أريه صحيح jewelry إدى أنهم في الجمعة المؤنث هذا يوانا jogar والجمعة المؤنث يتجاوز اليجاج الأ큼نا كيف تحُرط الت жеup الجمعة المؤنث يتجاوز اليجاج ثلاث جمل ستضم كل واحد منها حرف عطف إذن عندنا حرف العطف فنحاول ركب كل حرف عطف في جملة إذن لكم ذهبت أنا وأبي إذن عنا كتب سهلة في جملة سهلة إذن ديم حاول تكتب جمل سهلين ذهبت 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 أنا وأبي ذهب أخي وأبي مثلا ذهب أخي وأبي إلى السوق مثلا هادي عملنا الواو عم شو ثم غسلت وجهي غسلت وجهي غسلت وجهي إذن ثم تناولت فطوري ثم تناولت فطوري ديما بالنسبة لعطف كتب عندك المعطف ثم تناولت فطوري إذن خاصوا ميكونوا هاد الجزء دي المعطف علي بحلو بحل الجزء دي المعطف ما أخي وأبي يعني كيسب عف كل شي إذن الفاء ثم تفيد تعقيب ولكن مثلا الفاء مثلا خاصوا هذه الحاجة مراها ما شرطنا هذه الحاجة مثلا نكتبه دخل الأستاذ الأستاذ فالتلاميد دخل الأستاذ فالتلاميد فالتلاميد إذن دهبت دهبت دهب أخي وأبي إذن هنا نحن نعمل غير دهب دهب حيث نعمل غير دهبت إذن دهب إذن دهب دهب أخي وأبي إلى السوق غسلت وجهي ثم تناولت فطوري دخل الأستاذ فالتلاميد يعني مباشرة ندخل الأستاذ فالتلاميد إذن بهذا نكون سهلين نتصحي دي لدفر نتمنى نكون فتكم شكرا وإلى اللقاء